كلنا طبعاً مرحبين ترحيب كبير جداً بفاصل السنة طبعاً يعني مش كلنا أعود هنتكلم على الجانب الإيجابي بنتكلم على درجات الحرام بنتكلم على الشواطئ بنتكلم على المصيف بنتكلم على البلاجات اللي بيبقى فيها دايماً المنقذ اللي بقى دوره مهم جداً في ضبط إقاع المكان ده كله الصيف والمصيف خلاص على الأبواب كلها كم أسبوع وحنبدأ جولة حقيقية اللي امتحنات بقى هتخلص وحنشوف ازدحم كبير جداً من كل المصيفين من كل محافظات مصر على كل الشواطئ غزو كامل على البحر ده بيخلينا نسأل إزاي نستمتع بالموضوع ده إزاي نتجنب السلوكيات اللي ممكن مش تضر بنا بس ده تضر بالشاطئ كله إيه أهم التعليمات والإرشادات اللي نلتزم بيها من جانب المنقذ وإزاي نعرف طبيعة البحر كمان اللي نزلينه في شط صخري في شط في رملة في ألوان كتير من الموضوع ده مهم قوي نحن نلتزم بالحاجات دي يعني بعد شرعاً كل الناس إنه بنشوف ساعة كتير حالات من الغرق بسبب إنه الناس بتتجاهل الإرشادات والتعليمات بالضبط بيقولك مثلاً واحد نزل يعوم بالليل واحد نزل والعلم أحمر الموج عالي دخل جوه خالص وحب يعمل بطل بالضبط فدايماً يعودوا يقولوا البحر ملوش كبير مهماً كنت بتعرف تعوم ومهماً كنت إنت شاطر عضلاتك مش هتجيبك يعني أنت مش تبقى أفضل من الموج نفسك مش هتجيبك فإرشادات وتعليمات نزول البحر في المصيف مهمة جداً مهمة قوي أن نلتزم بيها نتعرف عليها دلوقتي من ضفنا اللي من ورنا في الستوديو دكتور هشام ربيع المدير الفني للأنقاض بالاتحاد المصري أهلاً بحضرتك من ورنا أهلاً بحضرتك بيسعدنا وجود حضرتك معنا طبعاً على دخل كل صيف كده نحب نعرف من حضرتك الإرشادات عشان نلتزم بيها كلنا وبعد شر ما نسمعش الأخبار اللي احنا ممكن بعض الناس لما بتتجاهل هذه التعليمات بنسمعها يعني ايه أهم الإرشادات في البحر بالذات وفي المصيف عشان الشباب ما تتعرضش للخطر يعني خلينا نقول بتحمي بيها شبابنا طبعاً سباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل اللي بتفرجوا علينا شكراً على المقدمة الجميلة بتاع مصطفى بيوح حضرتك للسيدة بسانتي طبعاً أنا بتكلم هنتكلم على جزءها مهمة جداً فعلاً احنا كل سنة بنتتقرق لها ودائماً في مدخل الصيف زي ما حاتك بتقول فعلاً بتيجي عندنا شهر 7-8 ده بيبقى فيه غزه دحية على الشواطئ قبل ما اتكلم في الموضوع الفني اللي حياتك بتقول ايه للتعليمات والإرشادات عشان ما نعرضش نفسنا لكده حب من خلال منصاتكم فيه اهتمام من الدولة غير عادي كل سنة بيزيد احنا فيه مبادرة رئاسية شغالة بقالها سنتين برعاية فخامة الرئيس بتنفيذ ميداني الأستاذ الدكتور أشرف صبحي الناس النشطاء جداً ومهتمين واللي مموّل تمويل كامل ازاي بنعمل زيارات ميدانية للمحافظات والاسكندريا طبعاً لسه بنتكلم على حضراتك على اتصال دكتور محمد من ناشطة جداً ورعاية فنية في الداخل الاتحاد او الخطط الفنية الكابتن سامح الشازد ده رئيس الاتحاد المصري والعربي هو مهتم جداً بنفسنا بننزل معاينات هو على رأس دايماً اللجان ونحدد الخطط على حسن طبيعة كل شاطئ على حسن طبيعة كل مكان الشيطات العامة اللي احنا متكلم فيها او اللي احنا منديها للناس عندنا دايماً الشاطئ لازم تكون محددة عماكن النزول كل محافظة او كل جهة او كل هيئة بتدير شاطئ دخل الخدمة في التردد النزالة عليه او خارج الخدمة ودي اكتر حاجة بتقاملنا فيها بيبقى شواطئ عامة كده مفتوحة ونبقاش لها ادارة مش عارفين تابعي هل داي تابع المحليات ولا تابع السياحة طبعاً السياحة ملتزمة جداً في الموضوع ده معانا في وضع الخطط نحنا بنمر على القرى السياحية التابع عليها وهاية المكتبعات العامة نفس الكلام ومحالات نفس الكلام لكن الضوبة العامة اللي احنا بنتكلم فيها ان احنا دايماً بنحط منقص مدرب ومؤاحل على البرنامج بقى فيه منقص مدرب ومؤاحل كان زمان يقول لك عليه الغطاص اللي كان بيقف يصفر ويشور بييده شمال والمين واطلع لكن هو يتعامل ازاي لو لا جاب حد بيغرق بتعامل ازاي دلوقتي بقى موجود دلوقتي بقى فيه برنامج فني وسعافة اولى يقدر يعمله لو حد اتعرض حياته الخطر الحياة اللي انا او الشخص اللي عايز ينزل لازم ارشادات عامة ان انا انزل في مكان يكون واضح للمنقص يكون ان انا دايما فيه لغة التواصل بينه بين المنقص وعين عليه عشان لو اتعرضت المكسح ابني ولا حاجة المكسح ابني حصل اي حاجة فانت بتشوار له فبينزلك ودايما يبقى دايما ننزل المكان اللي هو امان بالنسباني ما جيش اقوم لدارب زم حياتك بتقول ان انا بقوم داخل على جوه انا معرفش طول بعرض وانا اصلا كده كده ما بعرفش حاجاتك بتقول ان عضلاته بتوجعه ده حقيقة فعلا انه بيوصل يحصل دايما خناقة بينه وبين المية هو مش قادر يعوم ومش عارف المكان فهم دار لازم ينزل في المكان المحدد تبقى الارشادات اللي موجودة كل ده بيحصل ان المنقص الموجود هو اللي بيحدد اماكن السباحة ازاي ننزل هنا شمال او ننزل لمين او دايما يوميا على حسب الموج وعلى حسب الطقس والاحوال الجوية وبيحدد الاماكن اللي تستخدم فين ويقمت استخدمش فين واكتر اماكن حصل فيها مشاكل يعني انا دايما بلاحظ ان الشواطئ المزدحمة بتبقى امان اكتر رغم انها مزدحمة لكن الناس بتبقى شايفة المدى بتاع المية بيبقى فيه على قديم وكده البراميل او اللي بتقول عليها السومنجارية ايوة او منطق تحديد السباحة في الاماكن بقى لو روحت الساحل ولا بتلاقي الدنيا صحيح المية انضف طبعا لكن مفيش ناس كتير اخطر شوي مفيش ناس كتير فانت بتعتقد ان المية قلطف فبتخش تخش تخش فجأة فجأة ما هي البحر البحر ملوش كبير البحر ملوش كبير ده حقيقة كلمة وممكن تكون كلمة مجازة فعلا البحر ملوش كبير للي بيعومها لما بيعومش احنا امكن سمعنا عن حادثة شهيرة الصيف اللي فات ان واحد يقول لك كان سباح ومش عارب لان نزل في توقيت الغلط البحر اللي هو توقيتات معينة بننزل فيها توقيتات الفنية اللي احنا متكلم معناها اللي هي من الشروق للغروب من الشروق مثلا بنقول من الساعة 9 صباحا اخرنا اخر ضوء اللي هو 6-6 ونص فترة الصيف الساعة 7 ممش بعد كده الحادثة بتاعتنا السنة الفات ده كان نزل تقريبا الساعة 1 بالليل وده كان وكانت تقريبا يعني كان فيه عصيفة ساعتها وكان فيه نوة زي ما بنقول كان البحر عالي لا البحر كان قالب وكان فيه سحب أنا ممكن حضرت الحادثة دي شط ايه ايه كان في السحل الشمالي اه سحل كان في السحل الشمالي ابن حد اه ما انا بقول لك هي ما بتبقاش في الأماكن الشواطئ المعروفة الحكومية يعني بتبقى في الأشب الشواطئ الحكومية الى حد ما داخل المحافظات اللي هي تابعة المحليات بتبقى أمان الى حد الماء وتبقى ممهدة وبتتعامل يعني فترة الشتاء نهاية فترة الشتاء قبل دخل الصيف كل المحافظات بتعمل صيانة كاملة للشواطئ والنظافة ولمش عارف ايه لكن بطبيعة الأحوال بتاعة الشواطئ زي اسكندرية انه فعلا بتكون ما فيش لعمق ولا فيه لمدى معين ما بعد كده ممكن يغرق كل بحر وليه طبيعة يعني مثلا البحر أو بحر اسكندرية والسحل وكده يعني بيبقى صعب شوية بحر مثلا سينة والغردقة وشارم الشيخ بيبقى سجادة بس معروف بالمدى الجزر هل النهاردة المنقذ بيبقى متضرب على كل الانواع دي من الاختلافات في البقاء يعني بين كل بحر والتاني ولا كل منقذ للحتة بتاعته المتخصص فيها يعني اي منقذ بعد ما بياخد الدورة التدريبية بتاعته بيروح يشتغل في مكان معين بيحصل تقالف دايما بينه بين المكان اللي بيشتغل فيه عارف اماكن الخطر بتاعته فين عارف اماكن العمق بتاعته فين عارف الموج بيجيله ازاي عارف ان هو بيتعامل معاه ازاي بيحصل تقالف خلال يومين تلاتة بالكتير جدا بينه وبينه مسطح المال اللي بيأمنه او اللي بيشتغل عليه إحنا ما بنديش في الدورة نقوله لأ بنقوله ده حمام سباحة إزاي تأمنه وبنقوله ده بحر إزاي بيتأمنه. هو لما بيطلع يشتغل في قرية ساحية في البحر الأحمر عارف نظام حتك بتقوله ما فيش ويف خالص أو ما فيش موج عارف إزاي يتعامل معاه. حفظ المكان في خلال يومين تلاتة. خلاص عارف أماكن اللي فيها مشكلة فين ويقدر يوجه الناس. ودي اللي بيقول عليها لها التكميلة الفنية أو التكيف الفن اللي بيحصل بين المنقذ والمسطح المائي. بالنسبة للساحل ده عزي ما إحنا عارفينه صعب جدا إحنا فيه توقيتات عشان كده بنقول دايما كل إدارة قرية أو كل إدارة فندق نهاية تسمع للمنقذ المنقذ هو أفضل واحد هيقدر يقول لك إن البحر ينفع ينزل النهاردة هو اللي ما يقدرش ينفع. حياة تتكلمت على موضوع الأعلام. حاجة مهمة جدا فيه ناس ما بتاخدش بالها منها. ده مهمة جدا. جدا. يعني أنا من ضمن الحاجات الإشارات الفنية اللي احنا بنقولها. وانا نازل وراح أبص على مكان المنقذ فين. وبصهم علق عالم إيه؟ علق عالم أصفر. طب راح أتكلم معي. طب إيه الأماكن المحددة أنا أنا قدر أنزل أقولك هنا أو هنا أو هنا لأن أول حاجة الصبح بينزل يعملها بينزل يعمل في المكان يشوف إيه الأماكن السحب. إيه الأماكن اللي فيها مشكلة النهاردة. هل شايف إن احنا نرفع الريد فلايج ولا هنشوف زي ما احنا رفعين العلم الأخضر أو لصف على حسب. يبقى دايما عيني على العلم اللي موجود وعلى المنقذ وابدأ أشوف تعليماته. ما تكبرش إن ده منقذ وإن هو أستقل بيه. هو ده اللي ممكن ينقذ حياته. إنه نفضل أتبع تعليماته وإرشاداته. ودايما عيني عليه. في لحظة ممكن يبقى العلم الأخضر شغال بعد نص اليوم تلاقيش رفع العلم الأحمر. يبقى أنا برضه أتبع وأخرج. كم لون؟ هم تلات ألوان اللي هو اللون الأخضر والأصفر والأحمر معناهم؟ الأخضر ده متاح تماما تنزل. الأصفر إنه إحنا بقى حذر شوية وعيني على المنقذ الأحمر ممنوع تماما إنه ننزل. ودايما الحوادث اللي حصلت قبل كده إنه إحنا بننزل بشوف العلم الأحمر ما بنبصلوش فبننزل بيحصل حالة غرقة. طيب. خلينا تكلم معك في موضوع تاني خالص موضوع الصوت يعني مدرب الإنقاذ بيتعامل بالصوت. هو لو شاف حد في البحر بيغرق أو بيعمل كده. لازم يسمعه. صح كده ولا أنا غلطان. بعض الشواطئ بتشغل مزيجة بصوت عريق. دي جاي. مصيب. وخصوصا في الساحل. الحفلات وخلافه. ممكن واحد يخش يغرق ممكن يبقى برضه زي ما تقول كده. السكينة سرقته البحر ملوش كبير عضلاته خانيته. نفسه راح ويقعد يسرخ ومحدش سمعه. هل في ضعابة حكومية لموضوع الصوتة ولا ما فيش؟ ما فيش ضعابة حكومية بتقول. كل واحد حر بقى. لكن احنا منتكلم على خطر جدا. انه دايما يبقى. احنا عندنا أدوات إنقاذ بيستخدمها المنقذ من أهم أدوات الإنقاذ دي. قالت التنبيه. صفارة. ميكروفون احنا بنا نتغلب على الموضوع ده بموضوع الميكروفون أو بالإشارة لحد ما موضوع المزيجة ده أنا ما بقدرش هتحكم فيه. أو مش دوري إن أنا أقول بقى إيفل أو متقفلش وقدر تقرأ. أقول لك لا هو كده أنا مش عارف. لأ يعني أنا منفعلش كمصيفة أروح أبلغ عنهم إن انتو مش بتتتبعوا إجراءات. دي مش داخلها في تخصصات المنكس اقول لك انا انا مش عارف اشتغل من غير المزيجة. او هتكيف ازاي وهو لما اسمعش صوت حد. او مثلا حد بيسرق. بالنظر. بالرؤية. احنا بنوزع دايما المسطح المائي على كل واحد متوسط من خمسين لخمسة وسبعين متر. في بعض الشواطف في كرة سحازة ما حياتك بتقول في السحل فعلا اه بتهزر. يعني بمعنى عنده بيتش بتاع مائة وخمسين ومتين متر حتى عليه واحد. هل ده منطق? مش منطق. بيوافق. كل ده عشان يوفر خمسة ست تلف جنيه. طب ما تجيب واحد كمان عشان خاطر الرجل اللي هيروح يرفع عليك قضية لقدر الله حاصل اهليته. هترفع دفعك قدي ده مرتين تلاتة. فاحنا بنزود بنقول ناحي الفنامين خمسين لخمسة وسبعين. عيني دايما على على المنقذ والمنقذ دايما بيبقى عنده فيجن معينة هو مأمنها. صفارة دايما. كده كده في مزيكة مفيش مزيكة هنسمع الصفارة لها تون معين. احنا بنضرب الناس عليها صفر مرتين صفر ثلاث مرات صفارة طويلة. كل الح صفر مرة بحذر. صفر مرتين بحذر الشخص اكتر. صفر تلاتة اربع مرات من تلاتة الاربع مرات انا بنادي حد زميلي عشان يجي ساعدني. طيب انا انا النهار ده كمان عليا مسئولية يعني انا كرب اسرة عليا مسئولية تجاه ولادي. ده حقيقة. البعض الاسر نازلين يسوشيليزوا على البحر. ده حقيقة. ده حقيقة. كل الناس مش بقول حاجة. بس لو معي اطفال لازم اركز معاهم. مزبوط. نصيحك ايه للناس اللي سايبين عيالهم في البحر كده بالساعات. عينيهم مش عليهم. قدوا الاسطة هما بيعرفوا يعوموا. ده انا بمرانهم سباحة. في بعض الاهالي على الفكرة بتقول الجملة دي كتير. ده حقيقة. انا بقابلها كتير جدا بقابل الموضوع ده. على فكرة دايما بنتكلم او الحوار كله بتكلم على خطورة الشواطن. احنا عندنا خطر اكتر من الشواطن حمام السباحة. وبنسبة العائلات. اكتر دايما اكتر تجمع للعائلات والاطفال هو حمام السباحة مش الشواطن. بيبقى الطفل بيروح على حمام السباحة. بابا امامته بيبقى قاعد. بابا مش موجود. امامته قاعدة مسكة الموبايل. والطفل بيزل قوي بيتسيبه ويمشي على سنوه في حمام السباحة. حال السباحة اخطر به كتير من البحر. معقول له? اه طبعا. ليه بقى? احنا عندنا حاجة في السولوجية بتحصل جوه الجسم في حالة انه حد شرب مياه وغرق شرب مياه في حمام السباحة. بنقول على اسمه الغرق في المياه العزمة. بيحصل تغيرات في السولوجية في بتاع الجسم. فبيبقى زمنه من الحياة او زمنه من الوضع اللي هو الفايق فيه. ويقدر يتغلب. وعنده نمطات الحقيقة. وعنده الحالة في السولوجية موجودة. بتتحرك في خلال دقيقة او دقيقة او نص للأسوأ. وبسرعة جدا. لكن البحر بياخد وقت من اربعة لخمس زي عبال ما يبدأ يحصل اللي حصل في حمام السباحة. الوقت دايما ان يتعرض الغرق من الشخص واعي لشخص غير واعي. ويحصل له اتاك او يحصل له مشكلة في الدورة الدموية. بيبقى زمن قلال جدا في المياه العزمة. مياه الملحة نقدر ان احنا نتعامل معها ب بسهولة وبسرعة. تخيل حضرتك لو حمام السباحة عندي واحد واقف وفي كل حتة في حمام السباحة مليان زيت. الزحمة اللي بتحصل مراكز الشباب او بيحصل في بعض النوادي او بيحصل في بعض الكرس الخاصة. صعب جدا. بنقول حمام السباحة الصغير لا ممكن يبقى واحد ممكن يبقى اتنين. لكن البحر هو قاعد هو شايف الناس كلها مرصوصة قدامه. من خمسين لخمسة وسبعين شايفهم لحظ جدا. فاحنا دايما بنخاف الحمام السباحة اكتر بكتير من البحر. طب نصائح نقول ايه لو حصل نوع من انواع الغرق. ده ما نقف مفيش حد كبير عليه ابدا. خالص خالص. يعني زي الواحد زي ما بيقوله كده ضبط النفس. في المصطلح العسكري ضبط النفس. بس هل هتقدر تعمله انت بتتعرض موجة عالية او كده. ضبط النفس للشخص اللي ما تعرض للغرق. احنا اسباب الغرق متعددة. من ضمن اسبابها انا يا ما بيعرفش عوم. يا اما اتعرض لوقوف. يا اما اتعرض لمكان ما بيعرفش عوم فيه. ايه النصايح. اول حاجة. اتباع لرشادات العامة لتنظيم العمل في المكان. الرشادات عامة في كل مكان بيكتب يقولك ان ما تنزلش قبل الشروع او تنزل بعد الغروب. ما تنزلش بعد الغروب او الوقت اللي محدد لي. الكلام ده يمكن تعرضنا له. ايه ممكن نقوله هو جوه يعني حصل معا الموقف ده. بمعنى يعني حياتك واحد اتعرض حياته للخطر. ايه اللي نقدر نقوله. لا لا لا. ما تعملوش تاني عشان ما تتعرضش كده. لا يعمل ايه في الموقف ده. ان واحد نزل ولاقي حياته بتتعرض للخطر. اول حاجة ان هو يستغيث. ما عندوش حل تاني غير ان هو يستغيث. ينادي على المنقص. انا بغرق. او ينادي على اي حد جنبه ويمسل في اي حد جنبه. الحركة العالية اللي هو الخناء اللي بتحصل بين الشخص اللي بيغرق والمية. هو ده سبب. سيب نفسه تماما لو كان في البحر سيب نفسه تماما. المية هتشيله وحتوصله للبر الامان زي ما احنا بنقول. مش هتاخده الجوه وترميه وتغرقه. لكن هو لو بالبلد كده بعمل اتعارك زي ما بيقول. الخناء اللي بتحصل بين المية وبين الرجل اللي بيغرق هو ده سبب الرئيسي للغرق. ايوه. طب انا ما بعرفش عوم لقيت نفسي رجلي دخلت في حتة اميلا لهاش طول. سيب نفسك تماما وعمل ريلاكس تماما. طبعا يبقى في النوع من الخوف. والطمن المية هتشيلك هتوصلك لأي حد. سريعا جدا. هل المنقص ليه سلطة معينة في الشاطئ لو لو حد مش سامع كلامه. لو العلم احمر وبعض الناس نزلوا المية وهو عارف ان ده خطر عليهم. هل ليه سلطة معينة انه يمنعهم من نزول المية ولا لا. طبعا بيمنع. بس في ناس بتصر انها تنزل. هو غير مسئول لا فنيا ولا قانونيا ولا جنائيا. على الموقف ده. لكن لو هو العلم لغض الموجود وحد تعرض الغرق هو معرض المسائل القانوني والمسائل الفنية. اذا هو غير مسئول جنائيا. على مسئوليته. قانونيا على مسئولية الشخص. على مسئوليته بيبلغ دارة القرية بكده. بيبلغ دارة الفندق بكده. انه فيه ممنوع المفروض حد ينزل. وحد هو نزل غصبا عنه. خلاص قرية او القرية او الفندق تاخد اجراء ضده. غير مسئول عنه المنقص تماما. ربنا يلطف بينا. يا ربنا يلصر ان شاء الله. انا افتكرة انا حصل لي وانا صغير موقف ان انا كنت حغرق. بس الولد رحمة الله عليه. فلاحظة خدمة. لكن انا عايز اقول ان دايما نلتزم ان كان حد عيني يعني حد عينه علي. خلي بالكم من عيالكم. سيبكم من السيلفي ومن الصور. اسمعوا كلام المنقذ. حاولوا بشكل كبير تتعاملوا مع الموقف بشكل احترافي. نشكرك دكتور الشام ربيا المدير الفني للانقاذ بالاتحاد المصر للغوز نوطنوا وشرفتنا. قد ترخيك وشكرين وشكرين على الحلقة الجميلة وقد ترخيك جدا. نشكرك يا فندق. شكرا.